قال رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البعينين إن موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بأغلبية كاسحة يعكس الإجماع الشعبية في مملكة البحرين على المضي قدما في التصدي لظاهرة الإرهاب وذكر المستشار البعينين أن مشروع القانون الذي سيحال للسلطة التشريعية بعد دخول التعديل للدستور حيز التنفيذ سيترجم ما اجتمعت عليه الإرادة الملكية السامية والإرادة الشعبية في تعزيز أمن وسلامة واستقرار مملكة البحرين مشيرا إلى أنه سوف يقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفرادها والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها وذلك لمكافحة ظاهرة الإرهاب والحيلولة دون انتشارها وأكد البعينين أهمية التعديل الدستوري لمواجهة التحديات والظروف التي تواجهها المملكة والمنطقة والحرص على ديمومة الأمن والاستقرار اللازمان لتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم وكان مجلسان نواب الشورى قد وافقا على إجراء تعديل دستوري بناء على إرادة ملكية سامية لتعديل البندباء من المادة الخامسة بعد المئة من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكرية ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرص الوطني وقوات الأمن العام ترجمة نانسي قنقر